بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي طلاب وطالبات جيل 2006 الطلاب والطالبات الرائعين طلاب بشكر جميع الطلاب اللي كانت تتواصل معي وتبعتلي الواجبات الله يسعدكم ويرضى عليكم بدي إرادة وبيدي همي وبيدي عزيمة مليون يا ربي الله فالك العلامات الكاملة طلاب اليوم نتكلم عن الموضوع الثاني من مواضيع التأسيس اللي هو الجذور شوه الجذور يا أستاذ موضوع كثير سهل وكثير سلس وكثير قصير بس بده تركيز هيك خفيف جذرين اللي بننتكلم عليهم الجذر التربيعي والجذر التكعيبي يلا يا طلاب مع بعض الله يسعد صباحكم ومساءكم طلاب الجذر التربيعي الجذر التربيعي اللي بننتكلم عليه يا أستاذ شوه الجذر التربيعي بيكون هيك جذر وما فيه إلو رتبة طب يا أستاذ كم بتكون رتبته بتكون الرتبته اثنين بيكون رتبته العدد ايش؟ اثنين يعني بيكون رتبته العدد اثنين الجذر التربيعي أقل رتبة بالجذور كم بتكون رتبته؟ اثنين إذن المعلومة اللي بنا نكتسبها يا جماعة الخير إنه أقل رتبة بالجذور يساوي العدد اثنين أقل رتبة بالجذور شو بيساوي العدد اثنين والجذر التربيعي ما بنكتب له العدد اثنين بس الجذر التكعيبي بنكتب له ثلاث رتبته والجذر الرابع أربعة وهكذا بس الجذر التربيعي ما بنكتب له الاثنين تمام يا جماعة الخير وأقر رجب بالجذور اللي هو العدد اثنين طب كيف بيجي السؤال خلينا نشوف كالتالي جد قيمة كل مما يلي الجذر التربيعي للعدد واحد طب كيف يا أستاذ أنا بدأ أفكر فيه شو العدد اللي بضربه بنفسه مرة واحد وبعطيني العدد واحد كلنا بنعرف اللي هو الواحد مية مية طيب نشوف المسألة الثانية جذر التربيعي للعدد أربعة طب يا أستاذ كيف يعرف الجذر التربيعي لأنه هون ما في عدد لإما ما يكون ما في عدد إنه أقرت بالجذور اثنين إذن هذا جذر تربيعي مية مية الجذر التربيعي للعدد أربعة شو العدد اللي بضربه بنفسه مرة واحد يا جماعة الخير وبعطيني العدد 4 اللي هو الاثنين طب ليش يا أستاذ لأنه 2 ضرب 2 يساوي 4 طيب المسألة الثالثة تقرأ الجذر التربيعي للعدد 9 الجذر التربيعي للعدد 9 بتصير تفكر هكذا شو العدد اللي بضربه بنفسه مرة واحدة وبعطيني العدد 9 اللي هو الثلاث ليش يا أستاذ لأنه 3 ضرب 3 يساوي 9 تمام نشوف جذر الستاش جذر الستاش يا جماعة الخير شو العدد اللي بضربه بنفسه بعطيني ستاش اللي هو أربعة لأنه أربعة ضرب أربعة بيساوي ستاش نيجي للمسألة اللي وراها جذر الخمسة وعشرين شو العدد اللي بضربه بنفسه بعطيني خمسة وعشرين اللي هو يا جماعة الخير خمسة اللي هو يا جماعة الخير خمسة تمام يا جماعة الخير تمام يا طلاب تمام يا طالبات نشوف جذر الستة وثلاثين شو العدد اللي بضربه بنفسه بعطيني ستة وتلاتين اللي هو ستة ونشوف جذر التسعة وأربعين شو العدد اللي بضربه في نفسه بعطيني تسعة وأربعين اللي هو يا جماعة الخير سبعة شو الجذر التربيع إلى الأربعة وستين اللي هو تمانية وشو الجذر التربيع إلى الواحد وتمانين اللي هو تسعة وجذر التربيع إلى المية اللي هو عشرة وهو المطلوب جماعة الخير طلاب طالباتنا الرائعين الغاليين على قلبي هذول لازم يكون أنا حافظهم حافظهم بصم مش إنه أقعد أفكر جذر التربيعي للـ 36 شو العدد اللي بضربه بنفسه وبعطيني 36 على طول لازم تحلهم لأنه لقوا قدام بشوي بيصير الجذور يفوتوا معنا ضمن مسائل ضمن حل مسائل تمام يا طلاب تمام يا حبابي وهذا هو الجذر التربيعي هذا هو الجذر التربيعي نحكي معلومات والجذر التربيعي ما بيكون في عدد عند رتبة الجذر أقل عدد اللي هو اتنين ورتبة الجذر التربيعي اللي هو اثنين تمام طلاب وأقل رتبة للجذور اللي هو يساوي اثنين نجي نتكلم يا جماعة الخير اللي هو الجذر التكعيبي شوه الجذر التكعيبي أنا كيف إدي أعرف إليه هذا جذر تكعيبي وهذا جذر تربيعي طلاب، كل الأمور هاي سهلة طب كيف يا أستاذ خلونا مع بعض الجذر التكعيبي هاي الصورة العامة بيكون الجذر التكعيبي للعدد خلينا نتكلم A B C إلى آخره تمام يا جماعة الخير طب يا أستاذ أنا كيف أدي أعرف أنه جذر تكعيبي بيكون هون العدد ثلاث هذا رم دلالة الجذر التكعيبي هذا دلالة الجذر التكعيبي هذا دلالة الجذر التكعيبي يقرأ الجذر التكعيبي للعدد A يقرأ الجذر التكعيبي للعدد A طيب كيف أنا يا أستاذ بدي أفكر فيها يعني كيف بتجينا المسألة بتجينا المسألة كالتالي بدي جذر التكعيبي للعدد 8 بصير أسأل حالي سؤال شو في عدد بضربه في نفسه كمان مرتين وبعطيني العدد 8 انت بتفكر بتفكر بتصير تحكي لي اللي هو الاثنين ليش الاثنين لأنه اثنين ضرب اثنين اربعة ضرب اثنين تمانية مرة ثانية مثلا ايجانة جذر التكعيبي لل 27 بتصير تفكر انت يا محمد ويا لارة ويا أحمد ويا محمود بتصير وتفكر شو بتصير وتفكر طلابي حبايبي شو العدد اللي بضربه في نفسه مرتين وبعطيني 27 شو العدد اللي بضربه في نفسه كمان مرتين وبعطيني 27 اللي هو الثلاث ليش لأنه ثلاثي ضرب ثلاث تسعة ضرب ثلاث 27 خلينا نشوف كيف بتيجي مسائل عندنا اول مسألة سهلة جذر التكعيبي للعدد 1 شو العدد اللي بضربه بنفسه مرتين وبعطينا الواحد دايما الواحد واحد يا جماعة الخير هون الجذر التكعيبي للعدد 8 شو العدد اللي بضربه في نفسه كمان مرتين وبعطيني ثمانية اللي هو الثلاثي ليش يا أستاذ لأنه 2 ضرب 2 اربعة ضرب اتنين تمانية تمام طلاب يلا جذر التكعيب الى السبعة وعشرين شو العدد اللي بضربه بنفسه مرتين عفوا وبعطيني سبعة وعشرين اللي هو التلات الاربعة وستين شو العدد اللي بضربه في نفسه كمان مرتين وبعطيني اربعة وستين اللي هو اربعة جذر المية وخمس وعشرين جذر التكعيب الى المية وخمس وعشرين شو العدد اللي بضربه بنفسه كمان مرتين وبعطيني 125 اللي هو 5 ليش يا أستاذ 5 لأنه 5 ضرب 5 25 ضرب 5 125 طيب ال216 اللي هي 6 ليش يا أستاذ 6 ضرب 6 36 ضرب 6 216 طيب الجدر التكعيب إلى 343 343 طلاب حبايب 7 ليش 7 يا أستاذ لأنه 7 ضرب 7 7 49 ضرب 7 343 والجدر التكعيب إلى 512 اللي هو الثمانية طلاب يا حبايبي والجدر التكعيب إلى 729 اللي هو 9 والجدر التكعيب إلى 1000 اللي هو 10 وهيك إحنا لأخذنا الجذور التكعيبية من الواحد خلينا نحكي للألف وأخذنا الجذور التربيعية من العدد 1 للعدد 100 هذول طلاب حبايبي أنا كطالب توجيهي كطالب توجيهي أدبي 2006 لازم قبل ما أنا أفوت على التوجيهي أكون هذول الجذور كل ياتهم فاهمهم كل ياتهم حافظهم لم يحكي لك الأستاذ جذر التكعيب إلى 1000 تقول له 10 مش تصير يتفكر أو مش تصير تحكي شو العدد اللي بيضربه بنفسه مرتين أنا هسا بحكي لك إياها عشان أوصل لك المعلومة بس لقدام بشوي هذول دك تكون حافظهم زي اسمك ممكن تلاقي هيك يا طلاب يا حبيبي يجي تقيمة كل مما يلي بدوسيتي التأسيس ممكن تلاقي زي هيك الجذر التكعيبي للـ 27 تربيع والمسألة الثانية الجذر التكعيبي للـ 8 تربيع أوكي هاي المواضيع أنا راح أتكلم فيها لقدام بشوي بموضوع الأسس بس خلينا نحلها نشوف كيف حلها كثير بسيط طلاب حبايبي الجذر التكعيبي للـ 27 تربيع أول إشياء إما بتحكي بدي أحل الجذر التكعيبي بعدين أربع الجواب أو بتحكي بربع العدد بعدين بأخد له جذر التكعيبي بالحالتين صحيحة بس ياهل ترى إحنا لو فكرنا مع بعض 27 تربيع نعرف الربحها سريع سريع لا يا أستاذ إلا إذا ضربتها على جنب أوكي طب خليها شوي الجذر التكعيبي للـ 27 نعرف كم الجذر التكعيبي للـ 27 كلكم بتحكوا لي والله هي 3 طب ليش 3؟ لأنه إحنا درسناها فوق إذن جذر التكعيبي للـ 27 طلاب 3 وخلي التربيع أنا التربيع ما بلشت فيها هسه بربعي الجواب 3 تربيع 9 وهو المطلوب تمام طلاب؟ تمام حبايبي؟ خلينا نشوف المسألة الثانية الجذر التكعيبي للـ 8 تربيع يساوي ياهل ترى إحنا منعرف الجذر التكعيبي للـ 8 كم قيمته؟ آه والله منعرف اللي هو 2 مليون بالمية هي 2 وهي خلي التربيع لأنه إحنا التربيع ما بلشنا فيها هسه بنحكي 2 تربيع 2 تربيع يا جماعة الخير اللي هي بتساوي أربعة وهو المطلوب تمام يا طلابنا؟ تمام يا حبايبي؟ يا رب يا رب إنها تكون حصة بالجنن افهموها ودرسوها وأي سؤال وأي استفسار تقدروا تبعتولي الله يعطيكم ألف مليون تريليون عافية